هذا وكان البيان الختمي لمؤتوري القوى السياسية والمدنية السودانية وجه شكرا لرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده رامية لوقف الحرب في السودان ووفقا لقناة القاهرة الإخبارية فأكد البيان الختمي لمؤتمر القوى السودانية أن جميع اجتماع القاهرة فرصة جيدة لتوافق على العمل لوقف الحرب في البلاد وقال البيان إن الأزمة في السودان هي الأكبر في العالم مشددا على أهمية المصالحة الشاملة والوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة وصول المساعدات إلى البلاد وناشد المجتمعون المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوداني والحفاظ على سودان موحدا